مسائل فول! قبل ما ابدأ هفكرك انك لو ما شفتش ملخص الحلقة الاولى ضروري تشوفها وتيجي بسرعة! هسيب لك اللينكات تحت الفيديو وفي اول كومنت! وبالنسبة لسؤال الحلقة اللي فاتت سألتك هل الدكتورة عالية ممكن تقتل اميرة وتستمر في حب امتلاك ابنها؟ ولا ممكن تهددها وبعد انت سيبها ترجع له بشروط معينة؟ اللي جاوب منكم قال ان عالية فعلا هتقتل اميرة! ولو اني ما اعتقدش كده! بس خلينا ندخل في حلقة النهاردة ونشوف الكلام بيقول ايه! لكن الاول اغبط اللايك! ويلا نبدأ! بدايتنا مع عالية وهي قاعدة عن نتو بتقرأ خبر عن اختفاء عروسة التجمع الخامس اللي هي اميرة مرات ابنها الدنيا مقلوبة عن نتو كل المواقع بتسأل اميرة اختفت فين? وخصوصا اكتر ان تصريحات جوزها بيقول ما يعرفش عنها حاجة! طب والحكومة دورها ايه في الموضوع ده؟ ما نعرفش ازا كان حد من اهلها بلغ ولا لسه لكن اللي نعرفه ان ما فيش موقع اخباري عن نت الا وبيتكلم عن الموضوع وبقى ترند! كل ده بيحصل وعالية بتضحك ولا فارق معاها ابدا! ما هي الدكتورة النفسية? طلعت هي اكبر مريضة نفسية! وده يخليني افكرك اننا بنتفرج على احداث واقعية حدست بالفعل! ومن هنا بدأنا الحلقة! البداية من جوه اسم شرطة القاهرة الجديدة! استدعو الدكتورة عالية وسألها سؤال تعرفي اميرة من امتى? وتعرفي عنها ايه بالزبط? وبدأت تحكي! وده يرجعنا بالاحداث لاول يوم عرفتها! اميرة كانت مريضة عندها وفي اول جلسة الدكتورة شخصت اللي عندها انه اكتئاب حاد! وده لان اميرة كانت حزينة طول الوقت! واحساسها المستمر انها مش عارفة هي عايشة ليه! طب ايه سبب الحزن وايه الحكاية! قالت لك انا حاسة ان جوه دايرة مبتخلصش! يعني النهاردة شبه بكرة شبه مبارح! وما فيش جديد وفي ملل! ملل وبس! وده بيخلي دماغها توصلها لأفكار شيطانية جدا! وتقدر تقول انها عايشة في سواد! لدرجة انها كل ما بيتحاول يكون تفكيرها ايجابي ما بتعرفش! وطبعا الكلام ده ما خليها خايفة ان تفكيرها يوصلها لمصيبة! كمان قالت انها من اول ما تولدت وهي حاسة ان كل حاجة وحشة! وانها هتموت ومش قادرة تعيش وسط البشر! لا! دي حالتها صعب قوي جماعة! طب وبعدين قالت ايه تاني? هنعرف بس الاول خليني اعرفك ان الزابط بيحاول يطلع بكل المعلومات عن اميرة يمكن تساعده في القضية! لكن عاليا رفضت تقول اكتر من كده لان دي اسرار المرضى! وهي يعني حالفة تقسمه كده! وعلشان تساعد الراجل! قالت له يعني انا كل اللي قدر اقوله لك ان اميرة كان عندها احساس فظيع بالوحدة! وان ده كان مأثر جدا على نفسيتها! لا! وكمان قالت انها كانت في مرحلة الادمان! طب وهل ده ممكن يخليها تنتحر؟ ماهو الانتحار هو الاحتمال الاقرب! قالت لك الله اعلم! بس هي فعلا حاولت تعملها اكتر من مرة! وادكاترة اللي حقوها! فسألها طب وهتنتحر ليه اصلا! قالت لك لا معلش بقى ده سر وما قدرش اقوله! فالزابط اخر ما زهق منها طلب تديله تفسير علمي ومنطقي لاختفاء اميرة يوم فرحها! كالعادة ما ريحتوش! وقالت له علميا مفيش تفسير منطقي! فتقدر بقى تسألها وتعرف منها! الراجل جاب اخره وكان هيقوم يلزق دماغها في الحيطة! ورح قيل لها احنا بنتكلم عن واحدة بعد كم ساعة كانت هتتجوز ابنك وهتبقى زي بنتك! فاكيد اكيد عندك فكرة كاملة عنها! اتهربت تاني وبعد شوية جاوبة اجابة صائعة جدا! بص قالت له ايه? قالت ان مريض الاكتئاب بيحاول دايما يبعد عن اي حاجة جديدة تخش حياته! فتلاقي بيهرب منها او بيبعدها عنه! واخد بالك هي في نظر الزابط بتوصف له ليه اميرة اختفت يوم الفرح! لكن في نظرنا احنا فهي بتوصف نفسها ما هي اللي خطفتها ومش عايزة حاجة جديدة تدخل حياتها مع ابنها احمد! المهم من الزابط سمع الكلام وقعد يفكر فيه شوية! وبعدين سأل طب واخر مرة شفتيها امتى? وشوف المجرمة وهي بتقول له قبل الفرح بيوم لاني روحت لها البيت ووريتني الفستان ولبسيته قدامي! وكانت زي الامر! ولو رحنا لأحمد هنلاقي عيني ما نمشي من مبارح وهيتجنن! ما هي صدمة يا جماعة! تخيل يوم فرحك عروستك تتخطف يا نهاري سود يا جدعان! بعدها جاء له مكالمة من مامته وحاولت تطمنه وانها شوية وجاية! وقعد تاني يفكر في اميرة وممكن تكون راحت فين؟ نكمل مع عالية! اللي نزدت من عربيتها وخدت المرسيديس الحمرة! وده معناه انها رايحة الاميرة ومش هميمها انها من ساعتين كانت في اسم الشرطة! وقالت لك يلا لما طلع تليفوني وافتح الكاميرات اللي عندها واتطمن لقيتها نايمة والدنيا زي الفل! رحت واخدها العربية وتحركت وهنشوف رايحة فين! في اللحظة دي كانت اميرة لسه بتحاول تخرج! شوية ودخلت عالية والتانية طبعا ما تعرفش ان هي اللي خطفها! فجريت عليها وقالت لها عالية! الحقيني هو اللي بيحصل! التانية ردت بكل برود! وقالت لها انا خدرتك! في حاجة! اميرة سمعت الكلمة! وقالت لها نعم! خدرتيني ليه ان شاء الله! فعالية طلبت منها تقعد ويتكلمه! وهتفهم منها كل حاجة! لكن التانية ابدا ومش عايزة تسمع الكلام وفضلت تصوت! وتنده بصوت عالي وتقول يا جماعة! حد يلحقني! ولما فقدت الامل ان حد يسمعها قالت ما بدهاش بقى هاعد واشوف الولية دي عايزة مني ايه! بداية الكلام اديتها الشريط مهدق وطلبت منها تاخد حبية منه! علشان تهدى وتعرف تتكلم معها! بس ده بعد ما تروح مشوار وترجع لها تاني! تمام لحد كده? تمام! لا! واشوف الحويطة لابسه لك جوانتي اسود علشان البصمات! خبرة بقى! ولما مشيت التانية كانت حرفيا هتتجنن! وفضلت تصوت وتزعق تاني! وطبعا مستحيل حد يسمعها في الحتة المقطوعة دي! خلصت معها وطلعت على ابنها اللي بمجرد ما شافها! سألها ما عرفتيش اي حاجة عن اميرة! الجحدة قالت له للأسف لا! رغم اني كلمت كل الناس اللي عرفها! طب وعملتي ايه في الاسم! قالت انهم سألوني اسئلة عادية! وقلت لهم ما عرفش! وتعصبت وتحمقت قوي! اللي هو انا بجد ما عرفش ازاي مراتك تختيفي يوم فرحة! وكملت وسألته! يا حبيبي افتكر! مش يمكن انت زعلتها مثلا! قالبت الاتهام على ابنها في ثانية! الواد موجوع لدرجة انه بيقول لها حتى لو زعلتها! اكيد هنتخانق وهنتصالح! لكن مش لدرجة انها تختفي وتقلقني عليها كده! فقلت له طب خلاص تعال بس ناكل لقمة ونشوف هنعمل ايه! ولما خلاص حطت الاكل! قرر ينزل يدور عليها تاني في الشارع! فتعصبت وقلت له انت هتشتغني كل يوم تنزل تدور عليها ولا ايه? الرد ده خليه يحس ان في حاجة غلط! بس برضو حتى الان مشاكش في مامته بشكل كامل! لكن تقدر تقول انه بس زعل من الرد! بعدها جاله تليفون من الزابط فريد! وطلب منه يجيله بكرة الاسم! وامه على طول طلبت منه يفتح لسبيكر لما سمعت ان الزابط اللي بيتكلم! مجرمة بقى وعايزة تطمن لو وصلوا لحاجة! وبعد المكالمة بنشوف الزابط في بيت اميرة! ومش مرتاح ابدا! وتاني يوم قابل احمد وموصلوش لحاجة معينة! ويبقى الوضع كما هو عليه! وعلى طول مامته جات وسألت لو الشرطة وصلت لاي معلومات! ساعتها شافت ليلة! وكل براءة سألتها! ما تعرفيش حبيبتي اميرة ممكن تكون راحت فين؟ قالت لها والله حضرتك الدكتورة بتاعتها مش انا! وعلى عموم اميرة صاحبتي وانا عارفها كويس! ومستحيل تعمل كده يوم فرحة! وان في حاجة مش مفهومة! وراحت داخلها تحقيق وهنا بنعرف معلومة مهمة جدا! ليلة قالت ان اميرة تغيرت كتير من ساعة ما بدأت جلسات العلاج مع الدكتورة عالية! اللي هو ما بقتش بتشوفها الا كل فين وفين! وخصوصا بعد ما تعرفت بأحمد! الزابط استغرب لما سمع اسمه وسألها طب وهي عرفته امتى وازاي؟ الغريبة انها قالت له بصراحة لما حكيتلي افتكرتها بتهرج! ورجعنا بالزمن لليوم ده وهي بتحكي لها ازاي اتعرفت بأحمد! وقتها كاوتش عربيتها كان على الارض ومش عارفة تتصرف! ووقتها برضو احمد كان في الجراج وسألها لو محتاجة مساعدة! يعني من الاخر العلاقة دي قامت على فردة كاوتش! وعد يومين عن موضوع وكانوا بيتكلموا فيهم وبيقربوا اكتر! المفاجأة في الحكاية كلها هو كلام ليلة اللي بتقول ابوس ايدك يا اميرة لو الود عجبك ركيزي في الحوار! وبنفهم ان اميرة كانت مدورها وكل يومين تتعرف بواحد وتفرقعه! ومبسوطة قوي وعملة ترقص وتقول لك بكرة هشوفه بكرة هشوفه! وهنا الزابط طلب منها تكمل قصة احمد واميرة! قالت لك عادي هي كانت مبسوطة جداً معاه وموضوعهم اتطور بسرعة! الكلام ده خلى الزابط مفيش قدامه غير طريق واحد بس! وهو انه يعرف مين له مصلحة في اختفاء اميرة! ولو عرف القضية هتتحل! ونروح لاميرة اللي مازالت بتحاول تهرب ومش عارفة! شوية وعالية جات وجايبها لها هدوم جديدة واكل! والتاني مرة بتتكلم بكل هدوء وبرود واستفزاز! وقالت للتانية انا بجد من اول ما شفتك عندي في العيادة حبيتك! وفسرت ده بان فيهم حاجات كتير من بعض! يعني انت يتيمة وانا يتيمة! انت زكية وانا زكية! ما عنديكيش صحاب وانا ما عنديش صحاب! مش حابة اتقربي من اهلك وانا زايك كمان! بس الحاجة الوحيدة بقى اللي احنا مش شبه بعض فيها! ان احمد ابني يحبك! زي ما بيحبني! ومن هنا اميرة فهمت ليه حصل فيها كده! وخصوصا اكتر لما امه كملت وقالت لا وانت مش مكفيكي كل ده! وعايزة تغديه وتسافري! ده عن ضمك يا اميرة! قالت لها اه! وانا مالي يعني! ده شغله وهنسافر علشان كده! فالتانية قالت لها شغلي مين يا امو شغل! ده انت مفكرتش فيها بربع جنيه! كل اللي همك تغدي مصلحتك وتسافري معاه! وانا توز فيها صح! قالت لها طب يعني لما تحبسيني هنا المشكلة هتتحل! وتخيل الرد وهي بتقول معاكي حق! انت فعلا وجودك هنا هيعقد المشكلة! البت خافت وحست ان عمرها هيخلص على ايد المجنونة امه! وسألتها يعني من الاخر انت عايزة تربطي جنبك صح? قالت لها اه طبعا امال ربطه جنبك انتي! لا ده كده مش حب امتلاك ده الولية مجنونة فعلا! المشكلة بقى ان اميرة بقلبها الجامد فضلت تستفز فيها اكتر! وسألتها طب بنتي عمرك سألت نفسك اذا كان بيحبك ولا لا? لانه بصراحة لو بيحبك انتي ما كانش اختارني انا! يا بنتي انتي مراته وهي امه! اكيد نوع الحب يختلف! وده كلام عيانين ملناش دعوة بي! واستمرت اميرة في وصلة الاستفزاز وقالت لها اقولك على حاجة كمان هو اللي كان عايز يسافر اكتر مني علشان يمشي ويسيبك! فقربت من وشها وبصت في عيونها وقالت لها مش مهم! بكرة هينساكي! وهيفتكر اني كسبتيه! وكمان يوم فرحه! وده يفسر لنا ان امه عملت كل ده من الاول علشان تقره فيها! اميرة بقى تسكت! لا دي تفت في وشها! رحت جايبها من شعرها وهددتها اني مش هعجبك دلوقتي! لكن الحساب هيجمع في الآخر! وثبتها وخدت عربيتها ومشيت! مش محتاجة اقولك ان التانية حاول تهرب وقعدت تصوت جامد! وكالعادة محدش هيسمعها وهتكمل معاناتها! نروح للزابط فريد اللي حرفيا ما بينامشي من كتر التفكير! وسأل الزابط صاحبه تفتكر ايه اللي يخلي اميرة تختفي ومفرحها! اصلي يعني ابوها سايب لها ورس كبير وعمها راجل مليونير فاكيد مش هيطمع فيها! وغير كده اللي هتتجوزه ده حد بتحبه جدا! فما لقوش حل غير انهم يزبروا! وكله هيبان! وفي النهاية شافت تقرير بتاع شركة المحمول وما كانش فيه معلومة مفيدة! يعني لا بصمات غريبة في بيتها! ولا كاميرا كشفة مكان الخروج والدخول! ولا اي دليل يدول انها اتخطفت او اتقتلت! وبناءا عليه! قالك مفيش غير اني اجيب تقرير كامل عن تليفون اميرة واحمد وليلة وكل الرسائل اللي اتمسحت! شوية وجالوا تليفون ان عربية اميرة لقوها! فعلى طول راح وطلب من رجالته يجيبوله تقرير البصمات! وهنشوف بقى هيقدر يوصل لها ازاي! وبالنسبة لاحمد فمازال ما بيأكلش ولا بينام! ولا بيعمل اي حاجة في يومه! غير انه بيفكر ليه اميرة سابته! كالعدم امته حاول التقنعه ان مش ضروري تكون سابتك! يعني هي شايفة ان البنات قبل فرحهم بيجي لهم حالة خوف! وممكن يعملوا اي تصرف طايش! وبتفسرلك ان حالة الخوف سببها انه معقول هو ده الراجل اللي هكمل معا بقية حياتي! فبيختفوا شوية وبعدين بيرجعوا! فالواد الغالبان قال لها انا كل اللي يهمني انها تظهر حتى لو مش هنرجع لبعض! هو بس كل اللي يهمه اتطمن ان ما حصلهاش اي حاجة! وده يخليني اسألك معقول امه قلبها جاحد للدرجات دي? يعني الست شايفة ابنها قلبه بيتقطع على حبيبته وهي بتمارس يومها عادي جدا! ده سؤال هسيب كل واحد منكم يجاوب عليه في التعليقات وانشوفوا وجهات نظركم! ايه المهمة عالية رجعت لها تاني? واميرا برضو بتسألها انتي عايزة ميني ايه? قالت لها بصي انا عزراكي! يعني عروسة كان فرحة بكرة وما بتفكرش غير في الهانيمون والمراجيح والشاء لبازات! وفجأة لقيت نفسها مخطوفة! قالت لها ايه بيحترم نفسك انا بس يكفيني اكون جنب احمد! وبصراحة ما كنتش اتوقع خالص انك تطلعي مجنونة كده! وهنا يحصل اللي عالية مستنيها! لان اميرة عياطت وقالت لها خرجيني! وانا اقسملك بالله اني هخرج من حياتك انتي واحمد! ومش هقول لحد ابدا عن اللي عملتي فيه! وكملت وقالت انا مش عارفة عملتلك ايه الكل ده! بس بجده اسفة لو عملت حاجة دايقتك! عالية سمعت الكلام وبرضو ما تقصرتش! وقالت لها يلا علشان لازم تستحمي وتغيري هدومك المعفنة دي! فالتاني عياطت شويتين تلاتة كمان! وبعدين اضطرت تسمع كلامها! بدل ما تقتلها دي مجنونة! فقالت لها يلا خدي حمامك! وانا هروح مش وار وارجع لك! وهنا اميرة ما قدرتش تتحمل! وحلفتها بحياة احمد ما تسيبهاش! فبصت في عيونها بكل كحود! وقالت لها وحياة احمد ما هسيبك! وخد بالك هي تقصد مش هسيبك اللي هو مش هسيبك! كلام خلت تانية تحطي ايديها على بوقها من الخوف! وفي لحظة حست ان حياتها خلاص بتنتهي! تخيالي يكون فرحك بكرة وتتخطفي من حماتك وتطلع مجنونة! بعدها عالية رجعت البيت لايت احمد نايم! فقربت منه! وقعدت تطبطب عليه! اللي هو ابني حبيبي اللي محدش هياخده مني ابدا! 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 وراح تفتح فيديوهاتهم سوا وهما بيلعبوا! وبصت له بكل حنية! ومن جواها بيعدي عليها شريط حياتهم سوا! وبتفكر هل اللي عملته في اميرة صح? ولا حب الابني غلط وما ينفعش يكون بالشكل ده! وراح تقلع جزمتها! ونامت جنبه! وهي بتتفرج! على احلى ذكريات حياتهم! وخلصة الحلقة! وكده يبقى انا هنا! وانت هنا! كالعادة وقبل ما اختم هقولك سؤال الحلقة اللي بيقول هل ممكن نشوف عالية رجعت نفسها فعلاً وافراجت عن اميرة? ولا حب امتلاكها لابنها? هيوصلها للسجن في الاخر! هستنى تعليقك! وهرد عليك في بداية الحلقة الجاية! وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب! كل وسائلنا السوشال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو! عايش جمهور الملخصات!